انا هاي زرفا انت بادئ الموسم بشكل ممتاز فوز في الاول فوز على امبي امبي اللي ناهي الموسم اللي فات بشكل رائع جدا 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 واحمل فرق الجام ده يعني على ضوء النتائج السنة اللي فات فانتكسبت اول مباراة قلنا لا ده احنا هنشوف بقى شكل اخر للداخلية ومع كابتن ميمي وبدئ بداية عظيمة وبعد كده حصلت الخسارة المتتالية ارجع لا احضرتك لحاجة معينة انا توليت الفرقة بعد ما اتفق معي اللي هو عثمان توليت الفرقة الراجل بصراحة قال لي انه ده هو اتفضل اعمل اللي انت عاوزه ممتاز بدأت الاعداد ما كانتش معي الا اتنين لعيبة من قوم الفرقة اتنين بس اتنين فقط عبدالعزيز السيد الشياربي زيزو اللي كاب الجون من لايبة المحترمين وكريم يحيا البكريت ومحمد مجدي حرس المرمو فقط لا غير بس بس دول بتشغل معهم دول التلات لعيبة واتفتح النادي اختبارات كل اللعيبة المعينة غير مجموعة معينة بتاعت مصر تعرفت لغة مسابة 2001 النادي في جسر السواس لقيت كل اللعيبة اللي عندي لدرجة لقيت الناس برضو محترمين كل السودانيين اللي ماشيين في جسر السواس دخلوا عمد التمرين ما كاناك بقى امانة اتلحك عليك لعل عاشا يعني اي حد بقى جاي بقى النادي مفتوح بقى فالنا طبعا عانيت من هذا الموضوع فعشان كده بقولك لما كون فرقة في خلال عشرين يوم او خمسة وعشرين يوم واعمل تسع مبارات تجربية بصراحة انا والرجل اللي معايا كابتل معاوض يبقى عملنا انجاز بصراحة كونت فرقة جاي للاعيبة كتير يعني بعد ما عاد معايا كابتل خلد امر راجل محترم ومن المهاجمين كويسين اعتذر بعد يومين اعتذر الراجل وانا قابلت اعتذاره فانا احضرت مين كانت في عندي ثلاثة افارقة اه ما جوليش اللي هو الان وكلتشي يعني تصدق ان كل لعاب عندك مقيد ويجي الاسبوع اللي فاته هو كلتشي وماللعابة كويسة جدا اللعب الموتشي بتاع مبارح يجي الاسبوع اللي فات بس بعد ما طب تبقى لهذه الظروف ليه اصلا وفقت من الاول على العرض يعني طبعا هي كل النادي ولهه ظروف طبعا فانت داخل في الظروف كده كده تتعرف انها ظروف صعبة اكيد الادارة كيتوضح معاك قلت لك خد بالك انت داخل في الظروف صعبة تتكون فريق جديد وكل شيء لا حتة الفنيات ديان بعيدة عن كل حاجة دي انا الحمدلله اقدر اعمل وعمل فرقة كويسة جدا ممتاز وبانت زي ما انت حالك بتتكلم الظروف الصعبة ديان دي بتاعت مدرب المدرب الكويس قوي اللي يمسك يكون فرقة ويمسك فرقة غير ما تديني سكواد عالي جدا معايا سكواد عالي جدا عاملة فرقة بتلتميت مليون جنيه لعيبة النهاردة الداخلية اربعة بنت تلتة بنت اللي انا جايبهم والبنت بتاع امبارح صح اربعة بنت في اسبوع مسلا الناس بتقول لك شغلك او الكلام ده او بتاع عادي يعني اللي كان بيشتغل برضو برضو امبارح وبردو بأمان عنده فكر برضو كويس اللي هو عثمان تمام فالحتة دي اللي انت بتتكلم على انا موفع في فرق مسلا يعني الكمة التسكوية بتاعتي او يعني اللي بتصرفه حقوية تلتميت مليون جنيه انت بقى صرفها اديه عشرة مليون جنيه اسكوات اللاعيبة كلها كلها عشرة مليون جنيه ده تلاتين اللاعيب ده في لعيب بياخد اكتر من عشرة مليون جنيه طبعا ده كتير انا عارف كتير عارف كمان النهاردة ربنا يبارك لهم يعني في لعيبة متبع بخمسة وعشرين مليون جنيه بس غير غير حصلة طب انت كنت تقعد مع لعيبة تقنقهم ازاي بقى ان انت لعب وقدم بشكل كويس انا اللاعيب جاي نادي الداخلية مفرغة طول عمره صح مفرغة الاندية مصر بصراحة طلع لعيبة كتير جدا 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 ده حاجة كويسة بالنسبة لهم يعني سامير فكري متبع باربع مليون مظبوط طلعت كان لسه ليه قاعد اتبع بمليون لودي ديجلة تمام ده الاعباء اساسية فسامير فكري اتباع خلاص الراجل رابطه الله في الناد المصري طلعت مع ودي ديجلة ساب دوري ممتاز وراح ودي ديجلة الغرض مش الموضوع ده كل حقيقة كانت متوفرة لدرجة ان برضه عشان اقول للناس حققها برضه اللي هو عثمان برضه احنا بعد اول مطشة عبدنا المكافئة بعدها بساعتين بما يرد الله كل واحد ياخد حقه وعملنا معسكر كن في اسماعليا نقلنا الاسكندرية المعسكر كان عشر ايام انا اثرته الى ست ايام بالنسبالي وكان معي اربعين لعيب عشرة نشئين وثلاثين لعيب واقنعت اللعيبة اللعبة اقتنعت لحقتين ان هي تعمل اسم نفسها من خلال الدخلية لان هتلقى في حاجة قدامك تعرف تلعب فيها مش هتقعد هتمارس وهتلعب وفي نفس الوقت معمدرب مرتبطين بيه وبيقدروه فهم عارفين الحمدلله المدرب اللي انا الحمدلله يعني بعرف اصنع لعيبة بعرف اعمل لعيبة فالحمدلله وده عملت عملت مجموعة كبيرة لدرجة المباراة التجربية بتاعت كلها كانت فوق على دليل ان دخلت ماتش امبي الشوت الاولاني انا كويس جدا 20 على 10 صح الشوت التاني تعبت جدا امبي ضيعت حوالي 5-6 فرص العبرة اللي انا خلصت الماتش بفوز العبرة اللي انا حننت دور